طيب بالنسبة للتلفزيون وبالنسبة يعني بالتحديد للقنوات الخاصة ليس في مصر نكلم على العالم كله وعلى المنصات الإلكترونية وكل هذه الأشياء اللي حقيقة بتقول إنها يعني بتصب على أولادنا أشياء قد لا تكون جيدة وخاصة حتى شركة ديزني مؤخرا دي كارستنبير بقى تاني دي شورها تانية بقى الحقيقة يعني الحقيقة أنا أرسل الخبر ده يعني لفت نظري جدا وأصبت بالقرف من تصريح مسؤولة ديزني أن هي عايزة تدخل حاجات خاصة بالمثلية للأطفال فيه فيه كارست أكتر من كده وأنا في الحقيقة أنا أحيي هو شيء غريب جدا الحقيقة يعني زميل لنا اللي هو الأستاذ حسن أبو طالب كان كتب مخالها جميلة جدا في الحياة في جريدة الوطن الأسبوع اللي فات وبينبق للحكاية دي وأنا أدعو أن إحنا كدولة وكمجتمع نتضافر ضد الحكاية دي مش بس كده ونحاول نعمل نوع من التجميع لبعض الرأي العام في العالم العرب العالم الإسلامي في واجد هذا العك يعني أنه هم يدعوا للمثلية في دلوقتي شوفي لازم تذكري في الحقيقة في الحالة دي الكتاب العبخاري بتاع السامويل هانتنجتون قال صراع الحضارات إحنا نشوف صراع الحضارات دلوقتي في هذه المسائل ففي الحقيقة إحنا كارثة يجب أن نقفلها ونتصدلها بكل قوة بلا شك يعني الأطفال دلوقتي طبعا من الثالث سيطر على ما يرونه أو يشاهدونه شيء مذهل أنا نورة بنتي يعني أولادها دايما بيتفرجوا على الكليفزيون فجأت مفزوعة شيء خطير جدا